كشف وزير الداخلية عبد الأمير الشماري عن استراتيجية طويلة الأمد لمتابعة جريمة المنظمة وشيوع ظاهرة تعاطي المخدرات وتعقب المتلفذين في الاتجار بها لتثبيت قواعد الأمن والاستقرار وخلال استقباله جمعا من شيوخ العشائر والوجهة والشخصية الاجتماعية في مدينة ناصرية أقر الشماري بأن المحافظة تشهد ارتباكا في الأوضاع الاجتماعية وحان الوقت لعودة الاستقرار الاجتماعي الذي سينعكس بدوره على مجمل الأوضاع في المحافظة وزير الداخلية أكد المراهنة على دور شيوخ العشائر الأصلاء والنخب الفكرية والاجتماعية في محافظة ناصرية لاحتواء المشكلات الأمنية والاجتماعية على قاعدة إن الأمن مسؤولية مشتركة